لأن هذا النظام راشوية بسلم و بكتف ما صاحب كيدير كنا تبنى بيات متر على الدار على الرئيس السيارة عبدالزيز بوتفليقة أنا قلت لهم هيا نروحوا نمشوا و نطلبوا له شفا يعني بها نبينو مليرنا نبغوا قاع البلاد قاع نبغوا البلاد تبغي البلاد تروح لعند الرئيس تمشي على رجليك؟ على شلا تبنى بيات متر كيفاه يعني واحد يبغي البلاد السيارة يروح يمشي ويدعي المعارضة يروحوا يمشي و ابي على رجليه من عند الرئيس يعني كذا واحد يحب البلاد؟ عيب هذي؟ لا موش عيب لكن ماوش رائس الجزء؟ لا ما تدخلش في الرأس انه واحد يحب البلاد لماش؟ كيف واحد يحب البلاد يروح عند الرئيس على رجليه؟ حلما البيلو بللي هذا الرئيس تانى اللي حتى واحد ما شافوه منذ خمسة و ربعين شهر هلع رئيس ربعين مليون جزائريين هم يشوفو فيه الرئيس يستقبل هو يستقبل فيه وفود اجنبيه يستقبل فيه الرئيس ثانى منطن نشي واحد يروح لو يمشي ابي يستقبله ما ابقادش يعني هزولة كيم يقول بك يكنوا ديروك يكنوا يروحوا يحجبك يروح بالطيارة؟ يروح يقول نمشي ابي و يروح عند الرئيس ابي تمن المئة مترات و وحدي يجيب لخمز يدير خمسة كيلة ايه هذه رئاسة رائسة هلع رايسة رائسة رائسة اصيراشيد هذا رائسة رائسة اصيراشيد ما يشقح وعلي شربتي ولا شربتي زانا سبحان الله الحظيم هذه حاجة مليحة بين الشعب جزائري اللي كان بغوا بلادنا ومعنا حتى مشكلة مع رئيسي عدد بوتفليقة أنا كينشو بللي سي بوتفليقة يرسل سي سلال واشنطن ولا سي سلال عمد بيخ كان ويعشم بالبلاد أنا طغيرني ونظم بللي رئيس لو كان جاب صحته كيف سلا استقبل ويقوم بعمل عمل ويقوم بعمل كبير اجتماعات في واشنطن ما شاء الله رؤساء بلاد مع هولند ثم البلاد مع الرئيس التركي رجب أردوغان ماذا انتم اللي صورتوك طيارات سي سلال وسط واشنطن ماذا كون يستقبلوه؟ هذه الولايات المتحدة الأمريكية هذه الولايات المتحدة الأمريكية ماذا كون يستقبلوه؟ ثم بيدوها في القناة بلاد وعاد البرام وعاد السيكريتير هي الاشتقبلاتو يعني يبلي الصورة على الجزائر في الخارج هي هبطة دزاف لازم على هذا الشي يقول لكم انا فرحك يكون مع المغربة السيارة شدره أبي الرئيس ردوها لمشو أبي لعند الرئيسة نردوا الصورة على الجزائر الصورة لخليني يقول لك الصورة الصورة انو رئيس الحكومة السابق وصديقكم في المعارضة سي غزالي قال لكم مكانش معارضة في البلاد مكانش حتى انتم يقولوا لكم مكان ولو هذاك وراء يسكتل صيفر فاصل صيفر 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 قال لكم مكان ولو تجتمع وتقصر وتروح وتروح سي غزالي وراء يسكتل ها انت لي تعرفون وهبي الحديث؟ عرض الهدوك نهار والذي تقول لي تخلاق المثقله ونهارة سي رشيد ولي تقولي سي بن خلاف وسي جبلة وقبل عابك تبع سي راتي هاني انتبع أخوين عندي عاب ونص لتليقة عاسي بدفليس لكن عرضوك نهارة ولي تقولي هادو هادا عاب ونصها شوف أنا نستعرف بك على الجزيرين أنا مدريش فرق بلا هذا بليح أو هذا بوش بليح هادو الناس كل واحد عدو تاريخ تحوه وإن شاء الله كل واحد عدو اللي يدفوه وإن شاء الله أنا راشي نكاز نحسن بلينا عارف فقير منهم أو كذا لا كل واحد عارف شي تسواله كل واحد عدو تجريباته كل واحد عدو أفكار توعه وإن شاء الله أنا قلت لهم جبت المعدر فكرة قلت لهم أنا نقدر يعني من رشاح شروحي في 2019 معني احتى مشكلة لا مقصة بالقانون الجديد مقصة يعني بالدستور الجديد انت مقصة انت عندك إقامة في فرنسا عندك ما مقصة يعني دوزو ملائك مقصيين لا لا قلت يا رافيق ما قلت بليح لا لا قلت بليح المادة 73 انت تقصيك لا المادة 73 مادة ما ش تكون لازم وعادي يكون ساكن في البلد عشر سنين قبل امتخابت ايه طيب أنا عندي خمسة عشر يصلا لا انت عندك إقامة غير رديتها في 2013 كلها من 1990 ونا في البلد ما عليش لكن الإقامة اللي عندك تقصيك أنا حسب المعلومات اللي عندي والله أعلم تقصيت علي الله أعلم والله أعلم لكن الشي اللي يفهمونا بالإقامة اللي عندك ما عندي حتى مشكل انت وغيرك من السياسيين تقصيكم ما تقدرش ترشفه من رئيس الجمهورية شهادة إدارية عندي الكارتات الفوت منذ 1995 لا تقدر تنتخب لكن ما يقدرش ينتخبوا عليك رئيس متفقين تنتخب حقك تقدر تكون برلماني حقك تقدر تكون الوزير إلى إشعار آخر حقك لكن رئيس الجمهورية في رفيقة على مبالك وين قلوب اللي خلاص وين خدمت هذه متى اللي أدرا وين عارف في عند مرد وليتشلف أنا عمري ما فوطيت في الخارج عمري دائماً بالخمسة وتسعين ونا نفوطي في الجزائر خمسة وتسعين في الوقت العشرية السوداء في الوقت الزروان أنا فوطيت هنا وبالخمسة وتسعين وردني في الجزائر فلاش يحتموش ما تتو خمسة وتسعين وثلاثة وسبعين مشتاب اللي يستهدفتكم حلو ما يحتموش كلها ماذا تعتقد بلي منك بالسعر حتى ترشع فيه 2019 بعد يحتموش كلها برب إن شاء الله تسيب لي كم اليوم إن شاء الله كيف ما فهمتكش برب إن شاء الله إن شاء الله جول انتخابات أو 2017 أو 2018 أو 2019 تسيب لي هل لي أو 24 أو 29 تسيب لي هل لي إن شاء الله وحتى هو واحد ما يبنع لي إلا تفاهبنا مع المعارضة على إنسان واحد وردنا معه تدوى كان اقتراحك بنيزبالية من لو كان بغد تسقبوا البلاد لازم هذه المعارضة تهدر بالأس بواحد برش كون هو اللي تشوفه ما عليش انت انت عندك رأي لا ما عليش رأي انت ما عندك شرأي لا 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 عندك شرأي شكل يكون هذا الزعيم بتاع المعارضة لا مش تحكم انت رأيك رأيك أنا رأيك ما تخافش ما عليش ما تخافش تقول لي فلان مثلا حسب رأيينا راشيد نكاز فلان يقدر يكون هو اللي يجمع هذه المعارضة قولك حجاب قول لو كالبا قدوش يتفاهبو بحوار بتاع الشي يديرو تيغاجو الصاخ يعني يديرو اسباوات عشر الواحد خرجوا واحد صاحب لا أنا وخرجوا المعارضة يعني انت بحسبه المعارضة نديرو وقرعه وخرجوا ريس الأبب القرعه هذه جزائرة سي راشيد جزائرة لاش يعني نخليه معيار الكفاءة ومعيار القدرة ومعيار القوة ومعيار العلمي والسياسي والتجربة والخبرة ونروح نديره تيراج جسور حول رئيس الجزائر سي بلفليس ما عندوش الخبرة سي بوقري ما عندوش كفاءات سي صوفيا جليل طيع بي سي جرال الله احترام الجميع لا تكسحة لا تكسحة جسور بلتهم هنا هو المشكل كلهم يقدروا يكونوا رئيس لا 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 هل شاد لي خربناه لا لا يا رحبه لا لا قولي احترام للرئيس شاد لي طبعا لا لا لذراء مجاد ومرحوم لا لا لأكد قولي بللي اضحك عليهم يا علي لا لا مانضحك عليهم ولا لا اضحك عليهم الكيفية نجيبوا رئيس جمهورية لتيراج جسور هذه سيغة جديدة ربما يعني هذه تعرشي نكاز هذه الاخراجة جديدة سيارة شيد سيارة فيق قلت لك لو كانت لا قدروا يتفاهم بيناتها ايوه جيبوا واحد تيراج جسور علاش الله طيب لا قولي علاش الله علاش الله باشر الله كل واحد عدو حزبته كل واحد عدو تجربة كل واحد عدو الإكسبائيات عدو الأفكار ورح له ريسك لا يوجد ريسك اضحك عليهم اضحك عليهم انها هو المشكل طيب ما جاوبتني لكن ما جاوبتني انت رأيك خايف تحضر لي على رأيك شكو اللي يقدر يكون انت انت راشد بوضو حسير راشد حسير راشد حسير راشد انت رأيك يعني أمنيتك رغبتك شكو اللي يقدر يكون في هذا في هذا الأزمة السياسية اللي يرد فيها نسبة لي بان نسبة لي لأي واحد اللي بلي دولة القادون توت برسولاليتي كي تتخلو بلاس على نتاة دورو على نتاة دجيستيس رالي بحار شكونا هذا والبلي برب شكونا أي واحد مثلا شوف لابعس لأسس لابديرون بلاتفورم هذه اللي بلاتفورم شفاء في هاد دولة القادون لأن بلات دولة القادون أي واحد أو سيبنفلس أو سيبقري أو سيجلالي سيبنخلف سيدويدي سيجابر أي واحد أنا بيهرني شكونا مع نتاة موش كيفش لابديرون بلاس لابديرون بلاتفورم شفاء طيب كيفش تتكريم تاع زاوية تاع الجلفة تاع محمد بن مرزوق لالشاكيب خليل كيفش تتكريم أنا حشبت على الرحية حشبت على البلد حشبت على هذا النظام سيدو اللاباودي بلاس الحب لله كان شيئ داس شفو تصوير شفو بلي هذا الرئيس زاوية تلفا رئيس المنظمة تكلم على السكرية سيطة ملتار موش عسكرية ماشو سيطة ملتار لا نعم رجلة لا 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 ما يوم أعدوا وريلك ما ديم منطيع الناس ما وش عسكرية هذا سيرا شيد نسي عرفوه سيرافق هذا سيرا شيد نسي عرفوه هيا شوب عليك ما عليش هني شتو نعتلي. ها صورة ها منطية هذي. هذي ما. يعني صورة هذي فننروح نمنطي لك منها عشرة. هذي منطي لك منها عشرة. نديرك انت قاع باللحية. نديرك باللحية ونديرك الشيخ راشيد. هذي منطية السيخ راشيد. سيرافيق. ها نعم. خلينا شو بنحشبوش فيها. نديرك باللحية. راشيك ونهتم اخار معيشة لديك. اخار مفcost щ creatively. ولا دخل فيك بس خارج. يا بدخش روحا في بوش بسياسي. لا موش عسكري ويصير. شجون. هذي ودع طال. لا هذي حقيقة. هذي حقيقة مهاذك بوطال.�شي رفيق ما عليناش خليه باش نخرجه من هادا الجدالية هادا الانسان هادا سيشاكي بخليل اك عارف بلي روحت الواشنطن العاب يفات وقالوا لي بلي ما عندوش جنسية امريكية نعم عندوش ووصيد درت صريح وقال ما عندوش جنسية امريكية وعندي ايقابة شو هذي في هادا النقطة يعني هو يشبه لك انتو اغرم انو تنازلت انتع الجنسية وما عندوش وعندوش عندوش ايقابة شوف عندوه سيفي ماشاء الله هو لك ان هذا الانسان حتى الفين وثلين حتى الفين وثلاثة وربعين هداه الانسان يسموه شكي بخليل كيفه كيف يعنياش ما عليش اتفضل ازيد فادا الانسان في الفيل وسبع여� بغير شركة وطنيها سنا ٱلوفرانس في الفين وسبعة هذا الانسان lleور استراتيجي تعمل واني انو أنه لما كان شاكي بخليل هناك اللي يقول طبعاً موش كلامي هناك من يقول أنه لما كان شاكي بخليل كانت سوناتراك وقفة وقفة نعم هي يقول لك ها كانت وقفة ولي طلع البترول نعم يخلك يعرف الكواليس يعرف يعمل عنده علاقات دولية طلع البترول يعرف يطلع البترول يعرف تكنيك مون راجل دكتور ومختص كين يقول لك هذلكلام يقول لي تواسرة شاكي بلا تكلات سوناتراك ولا يجيب ربي هذا هو الكلام لي ربي وشكو اللي يكسرها سوناتراك وشكو اللي يكسرها أنا اللي يكسرتها هو جباعة تعال لا ماما على هذا كلام 2007 قول لي فهم لي كيف هو وزير وزير يعطي 80% عشوة 80% شي 49% 80% تاع غاسي طويل في إليزي في أين عم الناس في 2007 شركة اسبانيولية وهذا الإنسان عندما تقولون بل هو اللي يسجم البلاد أنا نقولوش انا ما نقولوش أنا ما نقولوش وش يقول للرأي العام ولا ما ما نعرفوش نحن نعرفوش أنا نتكلم لك نتكلم لك كلام رأي عام وكلام للناس نتضدوا أنا نقول لك لا ما نضدوا معلش تدبوش كل شخصي معه أنا شوف لك أنا الإنسان اللي باع 65% الغاز طبيعي تعدرال فرنسا حتى 2043 بسعار جبيه إنسان اللي طع شركة سباديولية في غاسيتويل في 2007 80% الغاز طبيعي تعدرال فرنسا حتى غاسيتويل بسعار جبيه ما لناشى هذا الإنسان يبغى يبيع شركة وطنية سوناتراك الفرنسا في 2007 بسعار جبيه لا يجب يبيع في 2007 حتى سوناتراك البلاد ما عندها حتى وعد يدفع أنا هدرت ها لا كيف هاتيرا ما تدخلش مش لي أنا واحد يقول يجب يبيع شاكي بخليلي جيه الزبيع سوناتراك في 2007 ها سيرا شركة أقرأ هاني نقل أنا ونقرأ وشو بعيدك خلاش ماشي منطيقي الكلام ماشي منطيقي انتارك تقول خليني يمع الروح لا لا خلي دراتيك الفرما شو تفضلك رئيس شركة غاس دو فرنس في 2007 يسبو جان فرنسوى سيريلي كتبو استشر اقتصادي تع رئيس جاك شيرات انا نعرفه لأن هذا كتاب مرئ يشاك شيراتك مع كل لنة في 2000 هو قال لي باللي صح بغيدانو شرو الشركة فرنسيا صوناتراك بها قاس دو فرنس يحتوي حدا يجوش العقس هاد الشخص هو أمثاله قول قو يدي الجزائر قع وزيدو يديونا احنا يمتلكونا ايه الدوها لم تأمنيا ناويات قوعدين هم نازلوا مادرش قول لي شكوون دعني نسأل ما يبدأ؟ عشرة وزارة يدعى فرنسا للنف ونف 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 ما يجاو يدعى؟ بسول البلاد نحن نعرفكم لا يقول لي ما يجيش العشرة وزارة ينقوصي لما يرونه في وهران الان يحب بسول البلاد ما كانش رونه في وهران ما كانش مصانع تاع اسم انت سامبول سامبول نظر عليها ما نعرفش على السامبول على وش نظر عليها طعفش كان فيه التوجيه ولا الله خير من لي مكانش خير من لي مكانش السيارة خير من لي مكانش خير من لي مكانش خير من لي مكانش عدك سمح لي ما عندش القادم بيوال خارج طيب يتوضح هشاك معلنة طيب انت فجرت قنبلة وقلت اللي يجيب لي دليل على شاكيب خليل صح نعطيهم اللي يارسونتي نعم ونعودها لك تعودها لك من داب الشعب الجزائري اللي عنده دليل بدزبال الفسد تع شاكيب خليل بالالفيد حتى الالفيد وستعاش اللي نعطي العدالة جزائريا والعادالة طليالية في محكمة ميلانو إن شاء الله وني رايح إن شاء الله ميلانو لدوز ماء اللي جاي إن شاء الله لك ما ربي أنا يبن أقبلش باللي موازيع كيفش تعطيهم مليار سنتيمة اللي يجيب لك دليل على كيفش يعني ما القادون يسعد ها على نعود العدالة جزائريا ونتم في المعارضة ما عندكم شاكيب خليل ضلوا تهضرو عليه برق علش كيفش يعني تضلوا تهضرو شاكيب خليل شاكيب خليل شاكيب خليل تُوما في المعارضة ألي تقول توب المعارضة ألي تقول snjzl هو في هذا الحeld Speed عنده حق غزالي لم يقال بل مراجل wheels غزالي كان لدي الجنسية فرانسية غزالي ما سوف يرث له الإعتبار سوف يعرض ان يصبح 되는 سلف غزالي يقال بل يص dias bouchoir وين workers وينزل أن يعرض على قادمة وبنما لا يقول لك بجعت رد تتكلم رد تتكلم كيف هو حل القوت في سويسرا و في بانما انا منه كنتو ما امنوه شو امنوكتا سياراشيد ما تقبل ليش انا؟ انا هو تكلم كل واحد ما نحقه موش توره ليني شفنها بد نثابه بليح ما رحتش لا خليني في هذا الموضوع ما تعرف ليش من الموضوع المليالصنطي ها سياراشيد تقول كلمة بلا دليل طيب خليني نتكلم على فاسم الله شو موش تورج موش تورج بلا دليل موش تورج اللي التورج هو حل قوت عرب عام 2015 يعني بلا اسم سيبو شوارق وازير سيناء يعني ما حلوش يعني كيما بورطان جزيرة هو رد عيب الوزير عيب وزير الدولة الجزائرية يحلقوت في سويسرا وفي باناما في أفغيل 2015 وهو وزير الدولة الجزائرية جزائرية اللي ماتوا عليها مليون وضوش يعيد هذه ما تقبلوهاش لازم يخرج بالمنصب بتاعه ويخلي شارفت على الجزائر بالهيال جالله طيب ما زلت في العرض تاعك تاع المليار سنتيمة جماعة المعارضة ما جاء هتا واحد منها مجاقل لك تفضله الدليل على شاكيب خليل وذا هذا المليار نطير المعارضة ولا كذا أي واحد أو في الجزائر أو في الخارج أو في الطاليان أو في أمريكا أو في سباليا اللي عنده دليل بالنسبة لقطة الفساد بالنسبة لشاكيب خليل يتفضل وهذا الدليل إن شاء الله نطوح العدلة الجزائرية ولي عدلة طليلية في المحكمات عملانه هذه حاجة شفافية ما عدلش تنديل حاجة لخبها ما عدلش ما عدلش عند الوزاح لنو نطلب الدليل في 12 جونفي قاتلك أنا عندي معطايات وانو شرطة بوخيانا عضماو ما عدلش للوزاح لنو نطلب الدليل ما عيطت ليش؟ لي عدل دليل تفضل لي قلت عندي معطايات وعندي لو كان عدل دليل تفضل ولا لو كما بغيش تغطيني إذا أغطي إذا أغطي إذا أغطيت الأعدل الجزائرية أو الأعدل طليلية كوش يربط واحد ما جايك وقال لك عندي الدليل وعطيني المليار كيل وفلي فيغيفيكاشو وضح لي أكثر هذه هذه مهمة هذه وضح لي أكثر كيف أشكت؟ جاء وقالوا لك عندنا الدليل و هذه المليار لك ما شبتش المليار لا لا قالوا لي شوف دل البرفقائش وما بعد أعطينا قلت بسحة الساحشة قلت لي قلت لي هل يدروا المونتاج ممكن شئ داس يطول دليل ملك فيها المونتاج لازم دلوا المونتاج لا تعال العسكري مؤكد المونتاج أنا سقصيت على السيد ما هو عسكرية لا بنعطى الله حقيقة لك نتكلمك موش ندافع على العسكر لا موش موش تفهمها بليني ندافع على المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية ندافع على الانفسار ودي شارف الجزائر شارف لي وليك يا تكسحها موش بغض النظر لكن قاعدين نقول لك ما هيش وهم خليني نروح ل قتلي جاوك وكدير فلي ولماذا لو مثلنا السي رشيد انت انت مطوع مطوع لي وجه الله لي وجه الله يجيك واحد مريض حنا عدنا واحد مريض تحتاج عمالية تاعة 350 مليون لماذا ما تبدلش العرض تتكفل بهذه المريضة تربح أجر لله وللوطن والشعب ولوجهها ربي يعني يخليك من المليار وخليك من شاكيب وخليك من الفساد تتكفل بها عمالية تاعة 350 مليون أفضل تحتاج مسكينة عمالية أفضل أفضل و 350 مليون برك وتكفل بها يعني يراك تقول باللي الحكومة الجزيرة ماش دايرة خدمتها بالنسبة للناس يدي عدوا باللي خاصة عمالية في الجزيرة مكانش مطيح بيها مكانش مطيح بيها إلا كان هذه أنا مطيح بيها إلا كان على الحكومة فيما يخص مسكين الزواولة والمساكن واللي ما عندنا مش حق العماليات واللي ما مش محتاجين المنقصرين ونصف وخمسة وعشرين لاني معاك تكفل بها برك الحكومة مقصرة زيد هذه بلا قبلها ايش هذه الحكومة هذه بلاد ويلاد حب نزيدك نزيدك شوف هذه البلاد باتوا عليها بليون والله شاهد الله يرحبه على بلك لو كان العربي بل بهذه الله يرحبه الله يرحمه الله يرحمه لا لا بتخليه الله يرحمه بالميدينة تكلمه لو كان قدامك نظلوكي معاك نظلوكي معاك كيفاش نظلوكي؟ انت ما تطوعها سي راشيد انا عطيتك عرض تقدر تقبله انا ما تقبلش هذي هذي بلاد لازم تسقموها لازم تدرون دولة القانون لازم تدرون مستشفاء مشي الرئيس تعنا رايس تعناه راي يدورو في الخارج وما يدوروش روحو في البلاد لازم تسقمو البلاد به المواطن جزائري بعصيت عادي يقدر يدوروشو في بلاده مشي دائما كي واحد مسكين يكون مريض ادامين يطلب الدرهب في الانترنت ويقول الناس عطوني الدرهب عندو يروحو في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في أمريكا لازم تسقمو بلادنا وهذا الدرهب تالبيترول لشاكيم خليل الداه وطاها لفرنسا لازم يرجع الميزانية الجزائرية بعد العودو الشعب الجزائري هذه هي الفكرة تعيد والموفيد الموفيد نتافقنا نويق لما نتافقناش ما وصلناش الحل لا لا كان الحل الحل كان ان شاء الله يكونوا اندخابات تشريعية ربجيل في ماء 2017 من بعد يكونوا اندخابات في نوفمبر 2017 وان شاء الله نتمنى ونربعوها مع المعارضة ونستقبو بلادنا ان شاء الله رفضت عرضي تاع الطفلة المريضة مسكينة المغبونة نتنازلو نخلينا من حكاية المليار وشاكيم خليل والفساد تكفل بها أفضل نقول نقول الله أنا لا نعود الناس أنا ما نعذرش ما ليش ما جيش هنا يا قناة البلاد ما نقول شوفونك يا راشيد راي عاون يا اخوية قولي لكن داوية مغبونة قول قولت حاجة ولا لا والله غير قوله استير راشيد ما يقولش خوايا لا لا لازم واحد يحتار بالشعب الجزائري أنا كل عاون ما نبرحش اللي عاون ونزكت بعد الفاصل نواصل معك هذا الحوار الشيء عزي المشاهدين تاصل ثم نواصل الجزء الثاني من حيث بوضوح لا تذهبوا بعيدا انتظيرونا اهلا بكم مع عزي المشاهدين مجددا في الجزء الثاني من حيث بوضوح دائما مع ضيفي رشيد السيد رشيد بنكاز اهلا وسلم بك يا رشيد سلم بك يا رفيق بارك الله وفيك معاول تدخل في الشريعيات القادمة بقوائم حرة انه لما ما اعطتكش الدولة الاعتماد تعل الحزب بديت تفشله بديت تفشله بديت تفشله ولو كان شي داس قالوا بلي دكاث راشيد يحوس عليها رياس هابرك يعني يحوس لي وليه رئيس رئيسة فرنسا رئيسة تركيا رئيسة تابجازير هلا يخبوكي معك انا قلت له بلي رانيا عشرين صنع ان شاء الله لك تبا ربي واي انتخابات نقدم روحي قدام بالشاب جزهري او تشريعيات في ميه 2017 او تاليزا بيسي نوفوبر 2017 او رئيسية 2019 او 19 ومباد 2024 وهي ريحة ما عندي حتى مشكلة لنا انا ما بسيجوني اوكا بوست ما يهم ليش الحمدلله عندي بانا كلنا شرب نرقود عشري سنة لقدر نعيش كي معك بلا ما نخدم الحمدلله مانيش متقلق مانيش متقلق على حتى حاجة عندي باقي بلي بلدنا تسقم وان شاء الله لو كان مبغاوش يديروا انتخابات رئيسية مقابلة ان شاء الله ونروحنا في التشريعيات هلانا في تزيل العاصمة او في اضرار لان مشكلة الجزيرة في اضرار مانيش باقي بلي فرنسا استعمرنا 65% تلخص طبيعي حتى الـ 2043 لازم قال جزيرين يدفعوا لبلادهم وهذا هو الهدف تعيش شاء الله طيب هل تدير قوائم حورة او لا كيفش في التشريعيات في نسبة حاطات عشر؟ هو الوزارة الداخلية لم ينعطينا الإحتماد لا أفهمني على يومي هلاننا عاملين رنا نُستنوه مانيش نبذي 29 جوان 2014 ما عليه نديري لن lingست نبذي عندبنانة حر الي اقبارك 400 توقيعات ونقدموروا احنا في العاصمة او في الإدارار ان شاء الله عجدا باربيها كيف تجعل الدستور الجديدة سي راشيد؟ دستور الجديد يعني؟ هذا الدستور الجديد قالوا بغي يدروا دولة مدانية إيطاة سيفيل فرنسا قتلهم ديروا عد المدة فيها نائب الرئيس لأنه قتلهم هذا الرئيس رامريت مسكيد ديروا نائب الرئيس يعني جزائر وما أدراك ما جزائر يعني تقول لي فرنسا قال ديروا نائب الرئيس رأي بينا رأي حضر هذا كلام ما سي راشد ما عليناش هذا كلام فرنسا هي بروحها حضرت لا نتكلم من حيث كيفشته بغض النظر على فرنسا وأمريكا وهذا الكلام اللي أصبح يعني يروج في سوق السياسة الجزائرية بكثرة انت كيفشت الدستور هذا؟ مثلا باللي كيفشته؟ ايجابيته؟ مثلا لما تعود الآن بين التعديلات أنه زوجة الرئيس المقبل للجزائر لازم تكون عندها إلا الجنسية الجزائرية شيء إيجابي هذا؟ بعد يحتى مشكل في بعض النقطة هذه؟ يعني من قبل ممكن تكون زوجة الرئيس للجزائر يقدر حتى يناسب شامير ولا رابين ولا ناطانياهو جنسية إسرائيلية ويجي دي الرئيس للجزائر لأن لا هذه إيجابية قلت لك بعد يحتى مشكل بعد يحتى مشكل في هذا الدستور هذا بعد يحتى مشكل ما يحتاجع الي؟ ماذا زوجة الرئيس لتعرف؟ ما زوجة الرئيس للجزائر؟ قلت لكم مهات خطرة وحدا وحدا؟ إنه يتجاب القانون المدني يعزم ما زوجت السليمات أيهاو؟ لا لدي احتى مشكل المدد الدستور هذا؟ كيفية عزب؟ ما زوجت سليمات أيهاو؟ هكذا يتجابي على الدستور؟ ايحبار ايجابي نجوبك يتجابي ويتجاب القانون كيف عزب؟ تخيم الزوج؟ بالفتحة؟ يمكن أن تكون مفتاحاً من المزيد، فهذا، لا حصل بعمله أصبح هناك كثير من تفضل الأفضل يعني أنك لا يوجدك أي دفتر عائلي و بنتك مسجلين أعطي أن تتقوم بالدستور نتحدث عن القانون عن الدستور مثلا، أنت زوجتك أمريكية هذه ليست فتحة لا، أنت أتخبرها ما نسأل وكيف تتكلم زوجتك أمريكية يعني الدستور الحالي للجزائر يمكنك أن تترضي لا يوجد أسان المشكل مع المستقبل نحترمها. نحترمها. معني مشكل. عدل الدستور نحترم هذا الدستور. معني مشكل. يعني مفاجأني أو لغير. أنا مواطن جزيري. نحترم الدستور جزيري. نحترم الدستور جزيري. ما نحووش نقول درو حجاب ليحا أو درو حجاب ليحا. نحترم ثلبيا ثلبيا. ما عندي حتى مشكل دستور جزيري. شابها تتزيد لي. لا ما عندك ما تتزيد لي. ما عندك ما تتزيد لي. البعض يعتبر سيراشيد ربما خرجت نكاز يعني. البعض يعتبرها جاب ستير جديد للساحة السياسية الجزائرية. جاب ستير جديد. لكن البعض الآخر يشوفه وإيجابي. يعني نمو درجة شاب جزيري يمارس في السياسة بطريقة جديدة. لكن البعض الآخر يقول بأنه رشيد نكاز يمارس ربما في التمثيل أكثر منه في السياسة. أنت وين تتحب نفسك؟ المشكل بالشيالة يعني. المشكل هوبا. هذو الناس ربما يحكموا البلاد بو انظروا بأخذ السياسة. قاعدوا في الكرسي. ونظروا ما يقدرواش. لزقوا فيه. يعني ما يعرفوش باللي. العالم تطور باللزبال يعني التاريقة السياسية. أشوفوا أوباما. أشوفوا بوتين. أشتتوا كلب سوش. يعني ستيل جديد. هذا هو الستيل تعدروك. تعد الفين وستعاش. أكيد شوفوا ناس تعد فلان أو السيح بدوي يحيان. كان سيفي اكسبشونال. هدوية عقلية تعد بكري. في زوجة مدرسة الكلاسيكية تعد بكري. تعد بكري. قولهم مشوف يمشوا باللقب الجا شوف. ولا يقلعوا كارباطا. يخافوا. يخافوا لو كان يقلعوا كارباطا. يخافوا لو كان يقلعوا الكرسي يتحلم. يتحلم الكرسي. جيزير يجب تولي. تبع يعني كل العلم يدور. شوفوا رئيس سيادة زيبوت فلغا. كان وزير خارجي. ما شاء الله. كان عنده الستيل. كان فيه وقته يعطيها الصحة. كان يقلعوا فيهو. كان يخافهم لهذا. لا كان يевой الخ alcance. كان يكبر ويقربت صحة، والتي حمل يدون يريح. قد علمت له هذه الخاطرة هذية خطرات. لا يريد الحacağım. من كان أين أقوم حاياها. ب screw THE FARA. تم استو guiding Catch. فهو تم بعد عن оно يتحلمетров أب larициnh. فهو احد ينصبون مفيد بما يأتيه ai ومدرد الشمالل하는 أنا. هو الواحد مقبولة عند الواحد هذا الول بكل ما يكون رئيس جمهورية ما هو شو واحد سي رفيق هذا الرئيس تعالى نحتربوه ما هناش بغين نروحوا ليه بدلوا فوضى نحتربوه نحتربوه كي إنسان مريض نحتربوه وروحوا ليه هذيك خمس قايق شوية رعى وحده مرش تلقى مرش تلقى في الجزيرين اسمح لي نكمل بقى ذلك النقطة بلا كيف راح لو كان يشوف جزيرين يجوليه قصروا مع خمس قايق ونخلوا يريح أنا كنت شوف باللي عيطون جادر بيه ثلاثة فوعهم وكات كات كات عجادر بيه غطني شوية هذي جزير دانا هذا رئيس دانا نحتربو المؤسسة رياسية نحتربو مسؤول سياسية كلما يتعلق الأمر بالمساس بالأمن العام لازم تدخل الشورطة عادي لانا عاطني كي شفتم هكاك بيليل ما فيه هولو هلي شوف الحمد أنا هالول كدت المشيع من الخنشلات زيل العاصمة حبسوا لي خمس خطرات من بعد فعني ما تيجي وزول عين صالح فعني الخطرات من بعد لبسان خطرة ساعة من بعد كي مشيت من العين صالح حتلتي بيمون ستمية كيلو ما حكسوا ليش ضعف علاش يعارفوني كي نمشي يعارفوني ملي مليش هنا في الجزائر بحن ندير الفوضى راضي هنا بحن نجيب أفكار جدا وبحن نسقبو البلاد فيها رحبة ان شاء الله و الحمد لله غلب زم يعني لا ما شاء الله الحمد لله عنا شرطة هاك شوف شرطة هاك جادر بيها هاك والأبن هاك أنا في الشانزيريزي السمانة اللي فاتت كنت في الشانزيريزي دات مانيفيستاشون ضد الفرنسا اللي انسات قاع رقان هادو اللي ماتوا في رقان تعقب بولا نووية في ألف وتسعمية وستين حتى الف وتسعمية وستين كنت ربلا لما خلصتو الناس اللي ماتوا في بورو روا لازم تخلصو فاني شعب رقان اللي مات والمرض دات لمانيفيستاشون وشكرت شرطة الجزيرية الدرك الوطني والأبن الجزيري في الشانزيريزي أنا ما عني حتى مشكل بالأبن الجزيري والحمد لله مشيت في 48 ولاية عمري مسراري اي حاجة أنا حتى واحد تشوف بلي سياسة بلي يقول حاجة خاطئة تشوف بلي سياسة تاعك هذه ممكن تأتي بالثمار تحاسي راشيد تقدر تجيب يعني هادو الابوليتيك بتاع واحد يعني تطلع له في راسه يمشي في الطريق ويروح للرئيس وم بعد يعطيها العين صالح وم بعد يزوف السيكلاما هادو الابوليتيك هذه يقدر تجيب يعني تقدر تجيب تقدر تجيب لك شعبية هالتاريقة جديدة يا سي رفيق بد انساش نزيد العودها لك تفضل هذي تنزيد تفضلك هذي بلد باتوا عليها مليون ومص شاهد أم مليون بلعشو أم مليون مين ولي ما يتعبش عليها الذي يعطيه على مواطن جزيري مواطن جزيري يدعى سارة بلجيكي أو السبانيولي هذا مواطن جزيري بارباه هذا المواطن الجزيري لم تنصد ج Bonus ك regarder الروع وليس يمشيテ، الراحة يبقى لو وعد يتعب يبقى لو وعد يروح شفى الرئيس يطلب له شفى على بل شاركة تقول لها سيارة فيها هاك بعيد على الرأي يعني تشوف فيها هذي رأي العام لا مش رأي العام مش أنا مش كلامي رأي العام رابع رأي العام يقول باللي وش يدير الآن مثلا سيراشيد نكاز هو مبادرات جديدة على الساحة السياسية ما يدير فيها لجاب الله لمقرية لبن فليس حتى زمال أكثر معارضة ما مش يديره فيها وخصومك في السلطة ما مش يديره فيها نتاجبت سياسة جديدة نروح للاقرونت بوست وهزوني لبوليس نروح مثلا بكل احترام بكل احترام طبعا نروح لكذا نروح نمشي لكذا تطلع عليه نروح كذا هذي سياسة جديدة قلت لك أنا فقط تشوف فيها تقدر تمد هذي لبوليتيك ولا مع الوقت تولي خليني نقول لك بين قوسين تولي ما عندهاش معناه شوف بلاد لنا رأي فيه أزمة سياسية هذا هو المشكل الكبيرة من بعض المشاكيل اقتصادي ويجتماع هذو سيدو تخبخوا بلاد المشكل أساسي في البلاد مشكل سياسي يا رب يحكموا رب خايفين لو كان يروحوا تكشفوه وقلوا بلي خوضو هل يقول لهم دي السباح لكم ما تخافوش يرحو حتلي معكم في المعارضة الآن كانوا في السلطة يعني ما عليش يعني ما تقول لي الآن هما بعض حتلي معكم الآن في المعارضة كانوا في السلطة ودع لا قلت لك لازم دي السباح ونتوا بحتها في المعارضة ما كم اختلفين كنت نتقلم لك على غزالي ما تقول ليش على غزالي وغزالي البارح فقط كان رمز في المعارضة سباح لي سباح لي شو شو لأنه ما روش يرفض يروح للمعارضة يعني يكون نبقاوه هكذا مانا سباح لي لي عنده جنسية جزائرية يتقدم صال لي عنده جنسية فرنسية مستعرش بي سباح لي هيتك أنت عندك السيراشيد تنزلت عليها تنزلت عليها أنا بها ضرت هنيا في السحة سياسية جزائرية حتى تنزلت على الجنسية فرنسية نحترم العلم الجزائري نحترم الشو هذا اللي ماتوا أنا حتى تنزلت على الجنسية فرنسية بدخلت في السحة السياسية الجزائرية يعني نظر هذيك توتلات دينيتي دو درابو الجاية لازم نسمحو لازم ما يخافوش روحوا وخلونا بنبنوا مستقبل مع شبيب الجزائرية هذه هي رسالتا مازل عندك طموح تكون رئيس سياسية رشيد مازل مالا ماليش مالا ماليش ماليش نرقود من الصباح ونقول يا ربي مالي ليه رئيس على الجزائر الحمدول أنا ساكن في الدوار يا سياسية رفق دعش وندوار ولا لا دوار عندنا البير نحاسي بابالا يرحموا بتفون 200 مترا سيدي خليفة مالا مطواضع شيباب ماليش نحوص ترهم باشي بوشوير حل كنت في سويسرا وباناما هل سمعتو بليان ليه عشيد دكاز حل كنت في سويسرا ولا في باناما يخبي درهم مالا بستحيل أبدا 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 تقولو عندك المليار في باريز ما نخبيه بالدليل انو ركاعد ودور يعني ما يخدموا عليك المليار ويدو عنده عدد الحب الله وش خدمت تارك صغير وش خدمت لشوفكو في عملك 100 سنة وش خدمت تارك شاب يعني صغير الله يبارك فيك ايه موش خدمت دراهبي حلاليين شوف شوف دراهبي حلاليين حتى وحد ما يقدرش يقول في العالم قبل بللي لك يا راشيد دراهبه وموش حلاليين لك يا راشيد أخوة دراهبه بدروت على البلاد ولا تعمل السعودية ولا مليش عارف قاملة رقع أي بلاد دراهبي حلاليين والحمد لله ما عنيش انت بني فكر شي ما نخفش بالنار نمشي في 48 ولاية متواضع مع الشبيبة مع العائلات الحمد لله الخوف بشي من عندي الخوف منهم هنور يحكمون وهم خايفين لأننا عندهم بلايكون في كل بلايس بس الله يسمح معليش وروحوا وخلونا نكلفوا بالبلدنا رئيس ولا بشي رئيس مع لايبالي انا ديلي رئيس بلدية فيها بركة ممكن تترشح رئيس دوار رئيس دوار رئيس دوار دوار معليش هنا هو المشكل الحمد لله أنا عندي عائلتي الدجارة نتكلف بها ناسي خطرات عندهم مشاكل نعودهم فاني بلا من برح في القنوات الحمد لله أنا مخص لي والو أنا ماليش طبع ولا ماليش بغي نقاط في الكرسي بحنادي نره بتعالصوناتراك ونخبيهم في سويسرا ولا في بانما ماذا تتوقع يكون رئيس الجزيرة في 2019 بالمعطيات الحالية؟ كل كل الله أي وحد اللي يحتار بالشعب الجزيري اللي يدير دولة القادون هراني معاه لا تكلمين أي وحد اوه 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 قاعد بيدوا قدام الشعب الجزيري بلي ربغين يسقبوا البلاد هل لم يخلوهم شي يخدموا البلاد؟ هل لم يخلوهم شغلتوشكي معاك؟ لماذا؟ هل الأفلاد ولا يقدروا يسقبوا البلاد اليوم؟ حتى جابوا شاكيب خليل سبعة 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 سنة ما هي ربغين بلي هو يسقبوا البلاد؟ كان هارب في أمريكا تسسنين كيف؟ ربغين بلي هو يسقبوا البلاد؟ وحتى الناس اللي معكم في المعارضة بشاهدوه بكفاءته عنده السيفي وده شيء الوطني يعرفوه وحتى يبكي عليها ولكن بسكيل دادرها دادرها كيف؟ دادرها الرجل قال لك إما أنا كنت إطار ومستشارة شركة إعلامية نستخلص بالدولار قال لك يعني استشارة وحدات تقدر توصل للمليون دولار السي رجل ولا لا لا المحكمة ماتاليا ميلانو تعرفها لا لا لا؟ لا أعرف ميلانو خرجت قاعد ذالي؟ لا لا دادرها 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 اندمت أنك غنيت مع الدوب الكانو؟ لا لا لماذا؟ ما شاء الله يعني انت رجل سياسي وكذا وحبت لي رئيس جمهورية مقبولة تغني مقبولة ماذا أقبوله؟ هل تبعت أوباما كي راح تغني؟ كي راح تغني؟ يعني انت تمشي على طريقة أوباما ماذا تغنيت أليا؟ هل تقلد في أوباما؟ هل تغنيت أليا؟ ها؟ هل تغنيت أليا؟ ماذا تغنيت؟ هذرت وصلت لي سائل؟ ياتك صحة ماذا كيف؟ أوباما ذل واحد سكتش مع كوميديان كيبان في التليفون احتى واحد ما قالوش ها مش ملافوش دات ياسي أوباما شو؟ لحب دلاله دورت العالم كامل 150 بلاد دورت عليها لحب دلاله هل يقب بلاد أخدم عليها؟ ما ديش نحوس نخوض البلاد لا هل يبغي؟ نعطي واش نقدر نعطي أفكار تجربة لودتي لحتو أحد ما يقوليش باللي بيقدرش يقول باللي بيقدرش يقول بالكيز راشيد راي يكذب ولد الحاجة خاطئة هذي الحاجة اللي باقي نجيبها ولي باقي نخدم مع الشبيب الجزائرية تقدر تعود تكرر الأمر مع مغني أو آخر في الجزائر؟ يتعرض تعليق؟ كاسي رفيق تفضل وعند يدعنا حاجة يدعها خطرة بيقدرها خطرتها كما فاني دت مع أنستينا ده نسكتش على حسب الرشوة ثاني وشبيب الجزائرية فرحة كيشفتوا هذا الناسكتش لازم وعند يدعنا حاجة يدعها خطرة بيقدرها خطرتها هذا مكان هل عم خايفة بالفوت ولا هكذا؟ دفعت دفعت عن نقاب في فرنسا وكان موقف كانت إيجابي يعني بالكثير بلجيكا والوضا وسويسرا في أوروبا ومن خليني نقوله وفرنسا على وجه الخصوص على هذا الشي يبغضي بزاف في فرنسا على بلد بلفاسي يبغضي بزاف فرنسا والوضي يبغضي بزاف على الموقف تاعت؟ بيبغوش شفت في بلجيكا واسرة واحد بالسيارات خل في واحدة اللي كان عدها الحجاب خل فيها وكان موقفت ليه مشرف لكن حبيت سألك أنت معتعدت الزوجات في الجزائر؟ ليش؟ أنا سألتك ما شي كيف نفهم؟ هي؟ كيف نفهم؟ لا يعني كيف ركتشوفني راني كيف ركتشوف؟ لا أنا سألتك أنت معتعدت الزوجات في الجزائر؟ ليش؟ شوف شوف حتى اللي على برنامج تحي. كده اعطل لي على وليتي ولا جوزات لي ولا. حدل لي على برنامج. الشعب جزيرة رباغي يعرف واش تدك يا راشيد رباغي يدير البلد اللي قده بالشهر. ما عليش هدي كي ترشيح في رياسيات. ان شاء الله نستضيفك و تتشرع لي برنامجك. انتا معا تعدد الزوجات في الجزيرة ولا لا. انا حكيت لي قلت لك واه. اه معا تعدد الزوجات. ما فهمتش. شو شو شو. قلتها لي ما فهمتش. شو. شو. رجل لك هذا الموضوح هذا. حدل لي على البرنامج جتسادي. برنامج سياسي. طيب. هذا كي ترشيح السيررحي دا. برنامج ترشيس. لا تزرغيفوك تدعنا. راني يعلم في هذا الكرسي. طيب. كما ببطن العادي. كما قال لك الشي حمد ويحي ولا كما لرشه سياسي. طيب. قللي شو. قللي بعد فهم ومليح. طيب. في الرئاسية الأخيرة صرالك حادث. الحادث الشهير. إنه تعجمعت التوقيعات ورحوا التوقيعات وتسرقوا التوقيعات للأمانة والصدقة سي راشيد الأمانة والصدقة والتاريخ وش لي صراحة حديداً؟ وش لي صراحة هذه الحديثة؟ جوابك ليدر وضربة تتوقيعات وهو بليدر وضربة تتعدير الدستور وهو برعك طيب نسألك فهمتها؟ أنا معليناش فهمتها ولا لا؟ معليناش نسألك ليدر وضربة تجريس دستوري وليصبوطوا توقيعات قداب لبارس ميليتر في ولاية بليدان وكانال الكابيرا كان لونجيس خبو يعني يقدروا يشوفوا شو ليدر وضربة هذيك هذو ليدر وضربة وهو ما ليدر وضربة تأدير الدستور مع البدلة ثلاثة وسبعين اللي يتحرم كتم ترشح بسحل حبدو لا بيعرفوا ليش بتاع فعلا كيف يزدوا الدرس بدروش لأنكاتب لها وما عارفين وما حسبو بللي كنت ساكن في فرنسا ومش عارفين بللي البربية بفوتوا في البلاد وعندي كارتات عربوط في البلاد في خمسة وتسعيد في الوقت العشرية تمنعك من طار الشهر رئاسيات في رسعة عشر بعد حتى مشكل تمنعكش برب إن شاء الله تسيب لي كيمانا مليوم 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 شهر روحي لو كما تفهموش مع المعارضة لو كان ما تصاب لاش حل تسيب لي تسعة عشر كيم مليوم إن شاء الله تتوقع ما تلقو حل ما تلقوش حل في المعارضة لتبدأو انت وشبينت لك المؤشيرات لأني أشوف لي لقدر ديرها ديرها إن شاء الله لتبدأو بليتفاهبوا على واحد يعني رشحوا روحوا ويبث المعارضة بليتزبى الانتخابات بجاية إن شاء الله تقدر تقدر باش نخرجوا من الجدالية تعالي إنو الكثير قال لك الشي اللي قام بيها نكاز في الرئاسيات الأخيرة هو تمثيلية وانت اسمعت هاد الكلام قالك تمثيلية وما كانش منها تقدرت تقول أقسمه بالله العلي العظيم أني جمعت التوقعات اللازمة من أجل دخول الرئاسة تحلف قولي أو لا قولي والله تحشى والله كنت تحلف لا أنا سألتك طيب التوقعات دخلوا في المجلس دخول الرئاسة شعال شعال العدد تحل سوصانت دو ميل سانسان ثلين وستين علف وخمسة بيها فالسيارات خوصان ويت والحمد لله كانوا القدوات شافوا السيارات تدخل بيها وعلى بلهم قاع بسع قلت لهم والله مالي بزعزع من البلاد دوك عده لاية في الجزائر تحبسوني ولا دولولي الشكوى كي باتع ضربات تجسس إسبيوناج في تجزو بطولي باتزعزعش أنا مالي بلج ولا الدخل ودي الحس ما عندي حتى مشكل دجا دخل تسمال الحبس في فرنسا كي ما كشفتم بلليك هنا الرشوة في الانتخابات رئاسية أنا ما عندي حتى مشكل بالليبر وأنا مستعد على كل الساكريف لالجهري رجل سمعت الجدل الكثير سي راشيد اللي دار حول ديانة على الزوجات مسلمة زوجتك أم لا بسير مسلمة ما زدت تتخل في الموضوع لا 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 لنأكدها لأنه شدت أنت من دوش مسلمة وتقول لا إله الله محمود رسول الله هو هي اللي تخلص معي المخالفات على منقبات هو هي هي اللي كنتمثل جمعية اللي دردناها في فرنسا في أمريكا بدعوا بالنقبات جمعنا لك توفيق سي راشيد بارك الله فيك شكرا عزيزي المشاهدين اللي هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حسنا بوضوح انتظرونا العدد القادم في نفس اليوم في نفس التوقيت السلام